بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة أعزائي المعلمين وأعزائي أهالي الطلبة وأبناء المعلمين مجتمعنا الكريم اليوم بدأ العام الدراسي وهذا العام الدراسي يأتي في ظروف صعبة وظروف استثنائية ولكن كل الظروف اللي عبر فيها شعبنا هي ظروف استثنائية ونجحنا في عبورها بإصراركم بعزيمتكم هذا العام الدراسي مطلوب في أنه نتعايش مع الوضع الصحي الذي نعيشه ولكن نحن مثل ما حاولنا أن نتوازن بين الاقتصاد والصحة الآن نريد أن نتوازن بين الصحة والتعليم لأنه بالنسبة لنا وباء الكورونا شيء ولكن وباء الجهل هو أخطر كل الوباءات بالعلم إحنا بنهزم المرض وبالعلم إحنا بنهزم الفقر وبالعلم إحنا بنهزم الاحتلال ولذلك أحييكم وأهنيكم باسم سيادة الرئيس على هذا العام الجديد المعلمين الكرام أشد على أياديكم أدرك تماما أن الظروف اللي نعيشها صعبة ولكن بحب أقول لكم إن شاء الله إحنا في الربع ساعة الأخير من كل الأزمات الاقتصادية والمالية اللي بنعيشها أعزائي الأهالي دوركم كبير في العملية التعليمية أولادكم حيروح على المدرسة ثلاث أيام في الأسبوع والنص الثاني حيروحوا يومين في الأسبوع ومن ثم يبدأ عملية التبديل لذلك هناك دور كبير أن يساهم الأهالي في العملية التعليمية أن يساهم الأهالي في الوعي الصحي وأن يساهم الأهالي في إنجاح هذه العملية اللي إحنا سنراقبها بمرونة عالية إن شاء الله أنه بنعبرها بسلام نحو فصل ثاني جديد بحيث أنه المدرسة تعود إلى طبيعتها بالعلم نهزم المرض وبالعلم نهزم الجهل كل عام أنتوا بخير